تحققت زيادة ملحوظة في توريد القمح هذا العام في محافظة سهاج بفضل إجراءات تحفيزية من الحكومة ما أدى إلى استقبال أكثر من 4585 طن من المزارعين بسلاسة تبلغ مساحة القمح المنزرعة 211 862 فدانا ومن المتوقع انتاج 350 ألف طن هذا الموسم وقد تم تجيز 18 موقعا تغزينيا بساعة 142 ألف طن لضمان تغزين الانتاج بكفاءة توريد الأقماح المحلية لهذا العام وفقا للقواعد المعمول بها للحفاظ على الغلال جهود تقوم بها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية ففي محافظة سهاج استقبلت شوان وصوامع المحافظة 4585 طن و242 كيلو من الأقماح تم توريدها من المزارعين وسط انتظام سير عملية التوريد دون معوقات نحن النهاردة في محافظة السهاج وندخل نورد الغلة وندخل بعربياتنا نوقف بانظامنا عند العينة ويطلعوا الاساسة بتوع العينة بيأخذوا العينة ونحن قاعدين عند عربياتنا كل واحد مسؤول بعربياتهم ويقل حد عندنا يأخذوا العينة يدخلوا يفرزوها ونأخذوا الدرجة بتاعتنا ونذهبوا دخلين على الميزان من الميزان نقل على الوفر نعتق كل عربية واقفة والتانية على طول بالدور عندنا هنا في العينة مستسلين جدا جدا معنا والتفريغ تمام والميزان ميامية والشيك خلال 48 ساعة والسنة دي المحصور جائب الفدان ممكن يجيب عشرين اردب باتنين وعشرين اردب وهنا المسؤولين مخلين بانهم جدا جدا ومحدش يجسر من الموظفين وبالمقارنة بالأعوام السابقة شهدت نسب التوريد هذا العام زيادة ملحوظة وذلك في ضوء الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة برفع أسعار توريد الأقماح لهذا العام مع سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين عقب الانتهاء من التوريد بـ 48 ساعة صراحة للموسم السناد ان شاء الله مبشر جدا ويختلف عن الأعوام السابقة يمكن السناد الحمد لله من أول يوم في بداية الموسم التوريد الحمد لله كميات كبيرة جدا كميات كويسة وده يمكن يرجع لأكتر من سبب يعني أولا طبعا السعر السعر صراحة السنادي الدولة الحمد لله حاطة سعر يفوق الأسعار العالمية يمكن الطن المستورد بحوالي 260 دولار يعني 12500 في حين أن الطن المحلي بـ 13333 الحمد لله رب العالمين وبفضل من الله أن جميع الأقماح اللي جاية السنادي قمح موسم 2024 أقماح جديدة في إقبال كبير لدى المزارعين للتوريد لدى المواقع التخزينية وإحنا كشركة عملنا جميع الاستعداد بعتنا على جميع المواقع التخزينية للشركة من طماء لأسوان بتجهيز جميع الصوامع والشوان والبناكر وتجهيز جميع أدوات المستخدمة في عمليات التخزين للمحافظة على الإنتاج واستلام أكبر كميات من الأقماح لدى الشركة مساحة القمح المنزلعة هذا العام بسهاج بلغت 211 862 فدانا موزعة على مراكز المحافظة المختلفة ومن المتوقعي انتاج 350 ألف طن أقماح خلال الموسم الحالي وقد تم تجهيز 18 موقعا تخزينيا ما بين صوامع وشوان تتسع لمائة واثنين وأربعين ألف طن من القمح